دشنا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلان الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الإعلان عن فريق البحرين مريديا للدراجات الهوائية وذلك في حفل رسمي حضره أعضاء الفريق والعديد من المسؤولين وممثلي الشركات الرائعة وكشف سموه عن الرؤى الاستراتيجية من تشكيل الفريق وأهم الأهداف طويلة المدى التي يسعى لتحقيقها سموه بالإضافة إلى خطة المشاركات المقبلة وأهم المحافل العالمية التي ستتواجد بها مملكة البحرين من خلال هذا الفريق الذي يضم نخبة من أبرز الدراجين على مستوى العالم مشيرا سموه إلى أن حرصه وشغفه بتشريف البحرين في سماء المنافسات العالمية حولت الأحلام بتشكيل هذا الفريق إلى واقع ملموس على الأرض مبينا سموه أن الفكرة نتاج عمل وتخطيط وتفكير استمر لأكثر من عامين مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين ستصبح بلا شك موطنا لهذه الرياضة الهمة حيث باتت تستقطب اهتمام شريحة كبيرة من المهتمين حول العالم كما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خلال الكلمة التي ألقاها على جموع الحاضرين دور جلب مثل هذه الرياضات إلى مملكة البحرين في إبراز صورة الوطن من خلال الترويج له في أهم المحافل العالمية نظرا لتخصيص العديد من وسائل الإعلام العالمية مساحات كبيرة من التغطية الإعلامية مشيرا سموه إلى أن الدراجات الهوائية رياضة مفتوحة للجميع سواء كانوا كبارا أو صغارا ولبختلف الجنسين وبالتالي السعي الكبير نحو ترسيخ هذه المفاهيم الرياضية في ثقافة المجتمع البحريني وحثه على ممارسة هذا النوع من الرياضات وصولا إلى شريحة أوسع من الممارسين والمهتمين بالجوانب الصحية ومن بين الأهداف والرؤى التي طرحها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هو زرع ثقافة صناعة البطل البحريني القادر على تشريف الوطني في مختلف المسابقات العالمية مؤكدا سموه أن زيادة رقعة انتشار رياضة الدراجات الهوائية في البحرين ستساهم بقوة في اكتشاف الكثير من المواهب والخامات الرياضية وكشفها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن خطة مشاركات فريق البحرين ميريديا للعام 2017 والتي ستكون مكثفة وتبدأ من الإرجنتين وأسبانيا هذا الشهر كما بيّن سموه أنه سيوصار إلى الإعلان الرسمي عن المشاركات الأخرى في موعدها معتبرا سموه أن التواجد البحريني في مختلف السباقات سيحقق الكثير من الأهداف وفي ختام حديثه قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تقديره الخاص للشركات الوطنية الرائعة للفريق مشيدا سموه بالدور البارز لها في تشكيل الفريق من خلال الدعم والمساندة واعتبر سموه أن هذه الخطوات التي يحرص الرعاة الوطنيون على المضي بها محل تقدير وتساهم في تحقيق الأهداف السامية بوصول الفريق الذي يمثل المملكة إلى منصات التتويج في أشهر السباقات والأحداث العالمية المختلفة كما بيّن أهمية توقوف القطاعين العام والخاص بجانب الجهود المبذولة في هذا الإطار حضر حفل التدشين كلهم من الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط والشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية وهشام الجودر وزير الشؤون الشباب والرياضة بالإضافة إلى أهم المسؤولين في الشركات الراعية والدعمة كما شهد الحفل اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية باختلاف أنواعها والتي حارصت بقوة على التواجد في هذا الحدث الهام كما حارص ممثلوها على جراء المقابلات الخاصة مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأبرز اللاعبين في فريق البحرين مريديا ويضم فريق البحرين مريديا 27 دراجا من نخبة الدراجين حول العالم يتقدم هم الإيطالي المخضرم نيبالي صاحب السجل الكبير واللامع على مستوى هذه الرياضة كما يضم الفريق نخبة من أشهر المدربين الدوليين وجهاز إداري ومتكامل بالإضافة إلى جهاز طبي مرموق ومن شان هذا التكامل الوصول إلى الأهداف التي يسعى لتحقيقها الفريق على حد وصف المدير العام للفريق برينت كوبيلاند خلال الكلمة التي ألقاها على هامش الحفل أما وولفغان جرينر الرئيس التنفيذي لشركة مريديا وهي أحدى الشركات العالمية المتخصصة بصناعة الدراجات الهوائية فقد قال نعتز بهذه الخطوة بالشراكة مع مملكة البحرين ذلك البلد الجميل كما نعتز بهتمام وتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ونحن كشركة مصنعة لدينا الكثير من الأحلام والأمال والتي تحقق أحدها الأحدها اليوم من خلال الإعلان عن فريق البحرين مريديا بل هي من أهم الخطوات على الإطلاق في مسيرة الشركة ونأمل أن نكون عند حسن ظن المشجعين والأنصار لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عندنا إن شاء الله هذه البطولة قادمة الآن فريقنا رح يسافر من البحرين إلى أستراليا والأرجنتين رح ينقسم مصين وأم ثلثين وثلث الآخر يروح إلى أسبانيا إن شاء الله مقر المعسكة ويتدربون فتشوفون إن شاء الله البحرين تلف في العالم والنقطة الإيجابية هي طبعا من ناحية الإعلامية نحن عندنا تقطية تقريبا يوميا خمس ساعات إلى ست ساعات في كل المجالات والغنوات الأجنبية والرياضية وفي وسائل الأخبار الغربية أنها يتعكي صورة البحرين إن شاء الله في أفضل شئ فخورين جدا أن سمو الشيخ ناصر بن حمد قاد المجهود هذه وإحنا كنا جدا سعيدين أن ندعم جهوده في تشكيل فريق البحرين وأنا أعتقد هاي سابقة عالمية جدا للبحرين إن البحرين يكون له فريق عالمي ينافس بطولة عالمية على أربع قارات في العالم والفريق منذ ما شفتي اليوم فريق منتمكن في درسائقين محترفين وإحنا نتوقع إن شاء الله تكون لهم نتاج إيجابي جدا بس طبعا لذلك ما ذكر سمو الشيخ ناصر الهدف الأساسي هو أن نشجع الشباب والأكبر من الشباب حق الانخراط في الرياضة ويكون عندهم أسلوب حياة صحي ويكون فيه يعني شعور بالمبادرة وشعور بالمنافسة إحنا الفريق أعتقد الموجود يتوقع من الكثير ونتوقع إن شاء الله يرفع اسم بحرين راية البحرين عالي جدا هل فخورين جدا جدا بجهود سمو الشيخ ناصر في تشكيل فريق هذه ورفع اسم راية البحرين عالية أولا حاب أن أهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة على هالإنجاز والمبادرة هذه فأهنأ صراحة مملكة البحرين على أن هي تكون من ضمن الفرق اللي بتنافس على صباق تير دو فرانس هو لنا يكون مع الفرق العالمية طبعا اللي شجعنا هو أن وجود اسم البحرين وجودنا في هالحواف العالمية هو يعني إشهار إلى البحرين وترويج للبحرين أيضا ويعني من مهام مجلس التنمية الاقتصادية أيضا الوصول إلى الدول العالمية وترويج اسم البحرين والقطاعات اللي نحب نشجعها فبنون شك يعني مشاركتنا في هذه الفعالية وفي هذا الفريق بيدعم يعني مهمتنا الرئيسية ميريدا دائما بخطط طويلة الأمد نأمل بأن نفعل الشراكة بيننا وبين مملكة البحرين الأمر الذي شجعنا لأن نأتي هنا هو شغف الشيخ ناصر برياضة الدراجات الهوائية لتشجيع الشباب البحريني للانخراط في هذه الرياضة لقد تم اختياري لأن أكون في فريق البحرين للدراجات الهوائية بعد فوزي في سباق العام الماضي وإنني فخور بهذا وسعيد بوجودي هنا